اهلا بكل بيتابعونا واعتقد ان نهارتا صعب قوي نقول لكم نهاركم سعيد وكلنا متابعين مع بعض اللي بيحصل في البلد لحظة بلحظة من حوالي 48 ساعة لحد ليلة امس واحنا كلنا مستنيين اهم التلات جهات مسؤولين في الدولة ان هما يطلعوا يفصلوا لنا اللي بيحصل في التحليل ويردوا علينا ويردوا على تساؤلاتنا ويقولوا لنا يعني من الاخر كده مين الظالم ومين المظلم طلع علينا ردوهم كالتالي دكتور عصام شرف رئيس الوزراء رئيس الوزراء المصري طلع علينا امبارح ندعو القوة السياسية لمد يد العون للوصول بالوطن لبر الامان وتحقيق اهداف الثورة دكتور عصام من فضلك اشرح لنا يعني ايه الكلام ده عشان احنا مش فاهمينه ونحققه ازاي ومين اللي حيمد يد العون لمين يعني الحكومة هي اللي طلبها من القوة السياسية ولا القوة السياسية هي المفروض تدعم الحكومة الحكومة تدعم وزارة الداخلية بشكل كامل في مواجهة العنف العنف ضد مين احنا النهاردة الصبح وصلين لأكتر من عشر قتلى واكتر من 1700 مصاب انا مش عارف احنا بندعم وزارة الداخلية ليه بس يعني هو ده التصريح وده البيانة اللي طلع بلي رئيس الوزراء والفنجرية بحسان رعاية اسر الشهداء ومصابي الثورة فقط بالامس طب من تسع شهور المجلس العسكرية والحكومة المصرية كانوا فين واسر الشهداء كانت مطروقة ليه من تسع شهور لحد مبارح ابتدينا نبحثة هم موجودين على فكرة في التحرير من حوالي اسبوعين ختمها بقى دكتور شارف وصفه للحضة في التحرير المبارح كله على بعضه بانه توتر مفتعل استنينا كمان المجلس العسكري اللي مفروض انه قايم بمهام رئيس الجمهورية ورد كان كالتالي تكليف مجلس الوزراء باتخاذ اللازم للوقوف على أسباب وتدعيات الأحداث هل هيكون مصير أحداث للتحرير زي الأحداث اللي سبقتها بمعنى تكوين لجان وعدم إعلان النتائج ما بنعرفش النتائج في أي حاجة الوية الفنجاري أجندات خارجية تحاول تعطيل الانتخابات وتحرد مصابي الثورة هل فعلا ستنفذ الانتخابات في موعدها المحدد طب ازاي ومين الأجندات الخارجية ما تكشفوا عنها مين اللي بتفعلها ومين اللي بيقبض منها من حقنا متهالين احنا نعرف وهل اللي فعلا بيتصاب في الثورة ممكن أن ينصق وراء أجندات هدفها تخريب البلد كلها مجرد تساؤلات استنينا رد وزير الداخلية اللي هو منصور العسوي والمفروض يكون عنده رد مهم جدا والرد جه الرد كان لم نطلق رصاص حي ولا مطاطي واستخدمنا فقط القنابل المسيلة للدموع طب اللي قتلوا واللي اتصابوا برصاص حي انت عرضوله ازاي اللي راحت عينيهم برصاص المطاطي اللي فقد عينه يوم 28 واللي فقد عينه التانية يوم 19 نوفمبر أحمد حرارة اتصاب ازاي مؤامرة اممكن الصور المباشرة اللي شفناها على الشيطة التلفزيون لمتظاهرين السلميين وموجهتهم بعنف كانت الفابريكة ولا كان فيلم ولا كان ايه بالضبط دار التسابق احنا نبدأ بفقرة الصحافة مع الكاتب الصحفي محمد زاكي نائب رئيس تحرير الوفد نقدر نعرف احداث مبارح واتطوراتها وصلت بايه وبعدها باقي فقراتنا بس بعد الفاصل